بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمها أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير إن شاء الله هاد الوصفاء خاصة بالناس اللي عندهم تعسيرات والناس اللي ما عندهمش حض في الزواج دي ما عندهم مشاكل في الزواج ودي ما عندهم دي ما حيرة الباب دي العتبة ما تتخطاش أي واحد دي ما عندهم العكس ولو تهدر مع أي شخص على الخارج ولكن ما يدخلش إلى باب العتبة دي ما عنده تعسير إما في الشغل تمشي لأي مكان ما تقبلش دي ما عنده تعسيرات دي التابعة أو دي العين أو دي الحسد أو السحر لا بد هدوم اللي كينين في الحياة إما يلقاك في إنسان إما يحسدك وإما يسحرك وإما يضربك بالعين هذو ما الحالة لواقع عدبة في العالم إذن الله جيرنا دي ما ندروا التحصين من العين الحاقدة والحسدة والسحر دي ما آية إبطال أو الصور اللي سيبت له جنقرهم بنية إبطال إذن الحاول اللي هو قواتي الوصفة دي لي اليوم هي عبارة على إبطال إبطال السحر ونحيد العكس العكس اللي محيد ليه طاقتي وديما نخمم علاش أنا ما عنديش حد وديما أنا عندي مشاكل وديما تنجري نجري وأنا في بلاستي الناس اللي عندهم العكس ديما هو تيجري ولكن هو بلاستو ديما واقف بلاستو ما تيتقدمش خطوة إلى الأمام ديما هو راجع اللور ديما عنده مشاكل أنه عنده رجوع في الأمور لذن الناس اللي عندهم هاد المشاكل لابد أننا نساعدهم ونعطيهم واحد الوصفة اللي تساعدهم بحول الله وقواتي لأن الناس اللي عندهم هاد المشاكل تكونوا عندهم طاربون نفسيا تقول لك أنا كل شي عندي مثلا عنديش الناس عندي طيب الخاطر تنبغي الخير للناس ولكن ديما أنا ما عنديش حد مع الناس ولكن هادك تعسير بإذن الله غادي تحيد بإذن الله هاد الوصفة رائعة وإن شاء الله ديروها وربي غادي تحيد التعطيل الأحوال غادي ناخدو قشور الرمان إذا كانوا يابسين غادي نرطبوهم كانوا خضرين غادي نرطبوهم بجوج بحال بحال عندنا قشور الرمان نخليهم ليلة كاملة حتي تلقو حتي تلقو يولي اللون ديال الماء بحلاكة غادي نحيدو القشور بحلاكة غادي نحيدو القشور ديال الرمان حلقو يباتو ليلة كاملة غادي نضيف عليهم مع القادية العرعار غادي نقرأ صورة الملك ثلاث مرات صورة الملك ثلاث مرات بنية طرد التوابع وصورة الكوتر سبع مرات فقط وغادي إن شاء الله هاد الماء نضيف عليه نخليه من بعد القشور ليلة كاملة الصباح غادي ناخد جوج معالا قدير العرعار وغادي نضيفهم إلى الماء وغادي نضيف لهم ماء ساخن ونخليهم مدة ساعة مدة ساعة عاد نقرأ لهم صورة الملك ثلاث مرات وصورة الكوتر سبعات مرات وغادي إن شاء الله ندخل إلى الغرفة ديالي بعد ما غادي نخوي عليها دماء بعرعاره بكل شي ليه من رأسي حتى الرجلية وغادي بغيت تصفيه وصفيه والعرعار اللي غادي يكون إن شاء الله خليه في مكان يكون دافئ حتى يبس وتبخروا بي لأنه فيه طاقة قرآنية لأنه حضرت عليه الصورة اللي قيتوا عليه من الصور اللي قرأتوا عليه جيدين في طرد العوارد إذن غادي نجمع هاد العرعار بنية طرد العوارد نتبخر به من بعد أنه ينشب وهاد الماء ندخل الغرفة ديالي وندخل واحد لباسين أو ندخل يكون وعاء كبير وندخل وسطه نحيد الملابس ديالي ولكن الماء يكون على حسب مسخون مدافي ونحاول هادك الماء العرعار وماء ديال العرعار بعد ما صفيته وقرأت عليه وضفت ليه ماء ساخن والقشور الرمان غادي نحيدهم قبل ما نقرأ عليه إذن نصفيه قبل ما نقرأ عليه إذن من الوقت اللي نصفيه نضيف ليه ماء ساخن ونخلي حتى يدفل باش نعوم به عادا نقرأ عليه صورة الصورة اللي قلت لكم صورة الملك ثلاث مرات وصورة الكوتر سبعة المرات إن شاء الله ونخوي هاد الماء مرة نخلي واحد الكأس اللي غادي رش به العتبة إن شاء الله بحول الله رش به العتبة ديما رشان يكون بالليل لأنه باش ما عبطوش عليه الرجلين نخلي هاد الكأس حتى يجي الليل نضيف ليه شيء قليل من الزهر والرش به العتبة ونقول يا ربي سخر لي أولاد آدم أولاد حواء اللهم سخر لي هذا الأمر إما زواج وإما عمل وإما أي تسخير بغاية تسخير المهم ترشي العتبة بماء تاخدي كأس من هاد الماء وتخليه حتى الليل وترشي به العتبة لأنه لو رشيتيه بالنهار ما غادي شيء غادي يتخطوه الناس وغادي يكون فيه إتم إذن هاد الماء غادي نجمعه بعد ما خويته من رأس حتى الرجلية ما فيه لهم الحالة والو فيه قشور الرمان والعرعار مع القراءة القرآن غادي نخلي هذه الليلة على الجسد ديالي غادي نخلي هذه الليلة على الجسد ديالي لأنني في الليل من غادي نقرأ هذه القراءة لابد غادي نحلم لابد غادي نشوف رؤية لابد غادي نكون غادي نشوف شيء حاجة اللي غادي تبيي اللي على جدرس ذيك الوصفة لابد لأن هذه القراءة على الجسد ديالك مع هذه المكونات غادي يبقوا على الجسد ديالك والشعر ديالك وغادي يبرلك أشنو كين في الحلم وذن إن شاء الله بحول الله وقوته غادي تجمعوا هاد الماء وغادي تلحوه في مكان عاشب إن شاء الله تلحوه في مكان عاشب إما شجرة وإما نوار ولا ورد ولا أي بلاسة الناس اللي ما عندهمش احتاج بلاسة فيها القازوم ولا شجرة غادي يكونوا لابد يكون حداهم تراب يخوه تراب لأن التراب يشرب الماء ما غاديش يتخطوه في الناس إذن الوصفة ديالي هي عبارة عن إبطال السحر أو العين أو الحسد أو تعسير الأمور الناس اللي عندهم تعسير والديما عندهم مشاكل في الزواج ولا في العتبة هذا الوصفة رائعة ديالك وربي هو المستعان على كل الأمور إذن حبابي ما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله إلا عجبتكم الصيغة أو الوصفة حاولوا تخليوا لي لايك ودعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر